بعد ما اختاروك في نادي الأهلي ولعبت في الناشئين وبتاعه حققت بطولاً كنت بتمشي بقى في الشارع عنك نادي الأهلي عشان أنت طبعاً مفرحان الناس كانت بتقابلك ازاي؟ كنت بتعمل معاك ازاي؟ لا في ناس طبعاً يعني خلي بالك سواء النواد الكبيرة نادي الأهلي نادي الزمالك الحاجات الترنجات دي والحاجات دي لما كنت بتستلمها زمان تبقى ماشي ولا كأنني بلابس بدل الزم كان حاجة يعني مريسة الناس كلها بتحب الكورة طبعاً قولي أول ما بدأت الناشئين كان الكابتن هنا عبدالصمد بندل الصحة كان الكابتن مصافيونس بعدي وبعد كده الكابتن عدل طايمة كابتن عدل طايمة كابتن عدل طايمة بدون نعطي كلامك دي علامة من علامات كثيرة قوي على لعبين كثيرة قوي ده كابتن عدل طايمة كان حاجة مؤثر فينا من نواحي الفنية بشكل كبير جداً والشخصية وحبنا للمكان لنادي الأهلي والإصرار كم يعني معكم ايه؟ لا ده التزام وانضباط غير طبيعي نواحي تكتكية يعني احنا كان أغلبية الفرق بتلعب خمسة وراء نعم وكان واجبات المراكز دي وحفظها لنا نواحي التخصصية نواحي ترابط الخطوط حاجات دي كابتن عدل كان وعد معنا فترة وحضاك تتخيل حوالي ثلاث سنين وكانت الفرقة اللي قدامنا كان برضو بالمواجهة كانت فرقة قوية برضو كانت حازم إمام ومتحد ومين اللي مسيقهم من كابتن حلمي طولان فانت شايف كابتن عدل طايمة وكابتن حلمي كانوا بيشتغلوا في الناشئين فالحاجات دي خلي بالك قصرت فيها فانت لازت تجيب الحاجة من تحت من فعش تيجي من فوق مش هتعلم حاجة تعلمت ايه من الكابتن عدل طايمة؟ الالتزام والانضباط حب المكان اللي بتشتغل فيه أيا كان حبنا كمان لنادي الأهلي كنا بنتعادل من طلع نعاية من صغرنا ما دي احنا متعودين انها ما عندناش مركز ثاني بالزبط دي الكلام ده كان موجود نقضي فيها مكسب وخصارة انما انت لما بتعود زي انت بتقول ايه إصرار وعزيمة من عندك وعندك رغبة الحاجة معينة بالزبط فحنا كنا حتة الانضباط والالتزام وحب المكان والمنافسة دايما على البطولة دي كانت من عندك كابتن عادل من صغرنا كان عندنا خمستاشر سنة كم من جيلك وانت خمستاشر سنة؟ شامح انا فيه مصطفى كمال هاني العقبي تامر باجاتو يعني لعيبة كتير وسامل عبر الرحمن يعني لعيبة كتير كانت موجودة وزكريا حسين يعني الفرقة دي كلها ما تقيتش مننا واشرف ممدوح ما تقيتش مننا مثلا لا يعني تامر باجاتو واشرف وهاني وانا مصطفى كمال خمسة ترجمة نانسي قنقر